السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريانير ما بغيكش تشري البيه مع هاد الناس هادهم ما بغيكش تشري البيه بهالطريقة هاده قاعدين نشوف وش كون هم هاد الناس هادهم وش كون يا هاد طريقة هاده بس ما تقص حصل إذا شريت البيه مع هاده هذا الموضوع الول الموضوع الثاني هو من يدخلت ريانير للمغرب بزر ديال الناس ترحوا واحد تساؤل كيف يلقل أن الشركة الطيارة شركة الطيران أو الشركة بهال الحجم تبيع البيه وعندها هذا النجاح هذا النجاح عالمي والسهم دياله في البورسة طالع بزافي حين أن الخطوط الملكية المغربية تبيع البيه مضروف عشرة عليها إذا بعته ريانير بثلاثين الخطوط الملكية قد بيعه بثلاث مئة ورغم ذلك فماشي شركة نجحة وبالعكس دائما هاي علينا تعمل فايت هاي نقصة هاي هذا نزيده يعني تخفيها الأموال من طرف الدولة اليوم كين واحد الموضوع ما شف هاي الاتجاه هذا الموضوع هو أن ريانير غادي تعمل الأكاديمية الخاصة لتخرج الطيارين أو باش يكون عند هاي الطيارين ديالها اللي هي كتخرجهم موضوع مهم باش نجاوبوا على السؤال ديال كيفاش كترخص باش نجاوبية لها الدرجة وعليش دائما نجحة وكذلك إلا بغتي معلومات بس تقول لي كتخدم مع ريانير فشكرا بزافة لحسن المتابعة كما دائما وندخلوا الى التفاصيل هذا الموضوع الأول ريانير كما تشوفوا في الصورة هذا هو المدير العام يقول لك أنا هادو ما بغيهم شي بوكين أو بوضو وراحكين واحدين اللي مذكرش اسمية دياله مثل مثلا كايك مثل سكاي سكانر هادوك شركات ريانير ما بغيهاش ما بغيينهم شي بيعلبيه وكيف تسعلي ريانير ديالك اول حاجة قد تقول لك بانها وحد الشركة وكذلك الوكلات الأسفار الاللي قد تقول لك بانها تدي المعلومات ديالك ومخصرش تدي المعلومات ديالك حتى هنقولوا احنا ماشي مشكلة دنيا و لكن في الرايانير عندها الصح هي من الي كيكون شي من الي كيكون شي إلغاء ديال الرهلة أو شي تغيير في الساعة ديال الرهلة فهم ما كيكونش هناك تواصل ومن الي كيبغي المسافر شي تغيير في البيئ دياله او لا شي امر كي خصو يزيد ماليتا ينقص ماليتا يغير الرحلة الاسمية مثلا ما مكتوباش مزيان اي حاجة فكيسعب عليه انه يتواصل مع هات الشركات هالو فين وقع المشكل حتى انفاجرت هات البطيخها كما نقوله بالدريجة المغربية هو في الايامات ديال الكوفيد الناس اللي كانوا شراول بيه مع هات وكالات الاطفال فما كان كيسعب عليهم بزاف انهم يتواصلوا بالاموال ديالهم كانوا كيتواصلوا مع ريانير ريانير كتقول لهم بانه الفلوس ديالكم عطينا هات الشركات هادو هما اللي يخصوا مرجعلكم الفلوس لان الشركات كتقول الناس بان ريانير ما بقياش ترجع لنا الفلوس الحقيقة ديال هاد الامر هدي ما تعرفت شو ما معروفاش ولكن اللي معروف واللي ساهل في صراحة الله هو انك تتواصل مع ريانير ويرجعلك فلوسك ولو انهم يعطيواك شي يعني اس بيس بالحق يرجعون لك في ذاك المحفاظة اونلاين حتى تشري بيها البية معهم مرة اخر ورايانير عمل جميع القنوات والله ما مخلصيني بالله لكن انظر معاكم غير باش غير معلومة للكم واللي باغي يشري بيها مع ريانير ديركس راح يقدر يشري واللي بغى نعاونه راح نعاونه ولكن باغيكم تستفدود بالصح من هاد الشركة والطوبة فعلا قد عمل ذاك التناوي دي لتخلص الباقاج في المدخلش الى ما جيبتيش للتشيكين اونلاين بزا في الامر ولكن انا كنشوفها اسهل طريقة المغربة باش يتحرك وراه الاوروبيين اللي كانقولوا الحياة ديالهم سهلة عندهم الصالة مزيان عندهم بزا في الامر وراه هي اللولة في اوروبا هي اللي كي يسافروا مع هالناس في اوروبا حاجة اخرى الترخيط هذه المباركة حتى يبقى 24 ساعة عاد كي ساردوها لك هاد الوكالات هادي والاغلبية كي ساردوها لك باللوغو ديالهم ماشي باللوغو ديال ريانير ومن اللي كتبشين باب الاركاب فما كيخلي واكش تركب كيقول لك هاد اللوغو هادا ما خصوش يكون هنا يخصو عندك ترخيط هذه المباركة نورمال يعني ترخيط هذه المباركة عادية فري هادا الله يجازيكم بخير حاولوا تتفاداوا راح تتريبي مع ريانير كيجيني انا بطريقة سالسة وارخص واسهل ماشي لا ارخص اسهل من انك تتريهم عن طريق هاد الوكالات هادا اذا هذا الموضوع الاول الموضوع الثاني واللي هو ان ريانير غادي تعمل اكاديمية خاصة ديالها وهذه فرصة الناس اللي بغاد في طبيعة الحد انها تكونوا الهداف مجال الطيران يمكن كيبان شي حاجة بعيدة المنال احنا يا كيبان شي حاجة بعيدة المنال ولكن في الصراحة غير حيث احنا المغاربة الا القلة القليلة وحد الفئة هما اللي العقل ديالهم مفتوح اللي كدوصل لهم المعلومات على كيفاش تكون طيار وكيفاش تكون بيلوت سواء في المغرب او خارج المغرب فكما كتشوفو هنا الموضوع ريانير ستكون لديها اكاديمية او لا اكاديمية الطيران خاصة بها لريانير اللي عادي تبقى تكون البيلوت فطبيعة الحال هنا الكلام او المقدمة عندما تملك شركة طياران كتر من 500 طائرة فطبيعة الحال ستحتاج الى المئاس الطيارين الاضافيين وكذلك هذا ما علمت عنه شركة ريانير اللي التو يعني هنا في اسبانيا فالفكرة ديالشركة هي انها ستنشئ واحد اكاديمية ولكن ليس ببعدها هنا مش تعرف كيفاش تترخص بي يعني ريانير ليس تأخذ واحد الطرف للارض وغادي تبني واحد الاكاديمية وتعمل فيها اللوغو دياله هادرة هي ريانير هيا ما كيهماش داك الشي نهائيه هي كيهم انها تكون البيلوت بارخص التمن الممكن باش تزيد ترخص البيين وبالتالي تزيد يعني في المنافسة مع شركات اخرى فريانير ما غاديش كما قلت ما غاديش تبني اكاديمية كبيرة وتخسر عليها بالعديل الفلوس وانما غاديش تعمل شراكة مع اكاديمية اللي ديجا كينين وانت كتسجل مع ريانيرとتوضل ههم الاسم ديالك وتقول له semin باغيكم تكونوهم لي كا conclude كيلي في هذا الشي هو انت كل باستطيبة مضمون بالنسبة لك انت كشخص كانت بت beginnen هو انها كتبقى اخدام مع واحد المدة لا يوجد واحد المدة وها تضمن بالتالي انك لا تزال وانا اخدام مع روتات عندها عدد منهم اعرف انه يتضمن معها حتى العام الفولانى وبالتالي سهل لها تعمل الروتات مثلا الرحلات زوية ما بين مدن و مدن إذا بلا فيها الفلوس فهنا سوف يفتح من هنا و هنا ما سوف يفكرهما بأنه سوف يمشي الى بالوت والله حتى يبدوا يخرجوا العشرات من الناس والله ثمانية مثلا يمشي لجهة آخر فبالتالي سيكون عندها نقص هذه ستحكم من ناحية الفلوس ومن ناحية البلانين والمشاريع المستقبلية فهنا ستكون راينير متحكمة في السطب دياله وفي الشركة ككل وهناك يقولوا بأنه راينير في حلول أو في عام 2034 ستكون عندها 800 طائرة أو أكثر وبالتالي سيكون الاحتياج دياله لبيلوت هو اللي يكون ببيلوت هذا يكون المساعد أول ومن بعد يرجع ببيلوت فسيكون الاحتياج ديالها كبير بزاف للمساعد الطير سيكون تدريب مشابهة لأي أكاديمية أخرى وطبع حالات شي اللي قلت لكم فا راينير ماشي سمع غير حيث عن دلبي باراتو ورخيص كتشبر أي واحد وقدركبوه وقد قلوه يلا هزيد صوب بين الطيارة طيار بين الطيارة طيب الحال عندهم تكوين بحل جميع الناس بحل جميع الطيارين الأخرين لكن في هذه الحالة يوجد عرض عمل عند الانتهاء طيب الحال اللي كتستفد انتها اللي غادي تبتخدم مع رايني أو اللي بغي تدوز في هذا البروغرام هذا الرياني فغادي يكون عندك الخدمة بالتالي بطاعة الحال القرية وتقول الشركة إن هاد المساعدين سيكونوا قادرين أن يصبحوا قادة طائرة في غضون أربع سنوات وكتفر أكثر من ذلك إذا دخلت معهم جديد كمساعد طيار فغضون أربع سنوات ستصبح القائد ديال الطائرة يعني حتى البروغرام عندهم معادل كيبقى هم مرتاحة ما كيفكرش واش غادي يمشيون لهم وانما كيعملون معاك الـ عارفينش حال الناس عندهم حتى التاريخ الفلاني فعلى الرغم من هذا اليوم يعني هي راينة رديجة عندها مركز في إيرلندا في دول أوروبية أخرى ميدل إيرلندا ولكن بغادي تعمل هاد هاد المركز هادا كذلك في إسبانيا إنهم لا ينشيون غادمية بل يتشاركون مع غادمية في إيرلندا هذا بعض التعليق كيقول لك زمعاكي باش كيخدموا هناك كيقول لك يعني الشركة كبرت بزاب هذا التعليق وتلب واحد لمرحلة معينة لكي يصبح تكوين موظفيها الخاصين أرخص من أنها تقلب عليهم في سوق العمل حتى هناك مصر للأخر ديال الفيديو للي لما فهمش إشي حاجة يخلي علينا في التعليق شكرا لكم ولا فيديو قادم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم